أعلنت وزيرة الدولة الهجرة عرض مشروعات استثمارية متميزة على المصريين في الخارج أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ووزرتها الزراعة وقطاع الأعمال وأشارت وزيرة الدولة للهجرة خلال لقائها المصريين بدولة الإمارات إلى تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالإضافة للمستثمرين الراغبين للعمل على الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج مؤكدة أن من أولويات الدولة الاستثمار في الجانب الانتاجي وإنشاء المصانع كما أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام أي اقتراحات للمصريين بالخارج لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة